خمسة ملايين نازح في الداخل ونحو 150 ألف ضحية ما زالوا يعانون من الانتهاكات هذا هو واقع الحال اليوم في العراق بعدما قيل بأن البلاد حررت بالكامل وقضي على تنظيم الدولة واستعيدت من قبضته الأراضي التي كان يسيطر عليها المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية كوردايد أكدت في تقرير لها أن النظام الصحي في العراق منهار بشكل شبه كامل بعد أن استنزفته الأزمات الإنسانية والاقتصادية لافتاً إلى وجود حاجة ملحة وفورية لتوفير الخدمات الأساسية المنقذة للحياة المنظمة أشارت إلى وجود أكثر من خمسة ملايين عراقيين وصفتهم بالمشردين داخلياً حيث أنهم يعيشون في 3700 موقع موزع على أنحاء البلاد معظم هؤلاء هربوا من العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بعض النازحين ما زالوا ضمن دوامة نزوح عكسي حيث تفاجأ الكثير ممن عاد منهم لمناطقهم بحجم الدمار الهائل في مدنهم وخلوها من أبسط الخدمات فيما باتت المجتمعات المضيفة لهم مثقلة للغاية وشبه عاجزة عن مواصلة توفير الدعم كما وأكدت المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية أن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير والفوضى الأمنية العارمة في العراق تسببت بهجرة موظفي الصحة وخاصة الأطباء كما وأن المراكز الصحية أصبحت مشلولة ولا تعمل فضلاً عن افتقارها للموظفين إلى جانب الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية فأن النازحين الذين ما زالوا في المخيمات أو حتى أولئك الذين عادوا فإنهم يعانون من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق وخاصة الحلقات الأضعف منهم في المجتمع كالنساء والأطفال قصة مأساة النازحين في العراق لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق وسط انشغال الطبقة الحاكمة في صراعات حزبية همها الحفاظ على مكاسبها وحيازة مناصب رئاسية فضلاً عن وزارات تدر الأموال عليها شفت في اليوم واحدة حاسب